أحد المسلمين الغربيين سأله المذيع كيف أسلمت؟ فأجاب قائلا كنت وزوجتي في سياحة عام 1993 إلى تركيا وتهت في إحدى القرى فسألت أحد المارين هل تعرف هذا العنوان؟ فأجاب لا يوجد هنا فندق تفضل معي إلى البيت فذهبنا معه فأوصلنا إلى بيته فدخلنا غرفة والجو ظلام وجدنا خمسة أطفال وشيخين مسنين ثم قدم لنا عشاء بسيطا ومتواضعا فأكلنا ثم قال نم هنا أنت وزوجتك وأنا وأهلي سننام في الغرفة الأخرى فنمنا وفي الصباح الباكر أردت أن أقدم له الشكر فخرجت من الغرفة وإذا بي لا أجد غيرها هي كل البيت فبحثت عن الرجل فإذا به نائم تحت شجرة مع أسرته والبرد شديد فبكيت وزوجتي من هذا الموقف ثم سألت صاحب الغرفة لماذا فعلتم هذا معنا؟ هذا تصرف لم نجد مثله في حياتنا أبدا فقال لنا إن الإسلام أمرنا بذلك فقد قال رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا حينها قلت لزوجتي إذن هذا هو الإسلام وليس الإسلام الذي نسمع عنه فقلت لصاحب المنزل أو الغرفة كيف أعرف الإسلام؟ قال تأخذ ترجمة القرآن والسنة وستعرفه فذهبت واشتريت ما قال وجلست شهرين أقرأ ترجمة القرآن وبعد القراءة حدث لنا ذهول كبير من حضارة تقيم مجتمعا مثاليا لا نظير له وحياة سعيدة ناجحة بلا مشاكل يحتاج إليها العالم هذه الأيام فأعلنت أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والحمد لله أخذت على عاتقي أن أبلغ الإسلام وقد أسلم على يدي أكثر من ألف والآن أبني مركزا إسلاميا في رومانيا وأملي أن أنشر الإسلام في العالم كله ما أسهل أن ننشر الإسلام بأخلاقنا فهو أبلغ أثرا من أي وسيلة أخرى بخلق واحد وهو إكرام الضيف كم سيكسب هذا الرجل من أجر ممن كان سببا في إسلامهم يوم القيامة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير أسلم رجل من بلد أوروبي وحسن إسلامه وكان صادقا في أفعاله وحريصا على أن يظهر إسلامه ويعتز به أمام أبناء بلده من غير المسلمين دون خجل أو حياء أو تردد حتى ولو لم يكن هناك مناسبة فإنه يحرص على ذلك ولم يستمع إلى نصائح زوجته التي طلبت منه إخفاء إسلامه أمام الناس خاصة بعدما تسبب بعض الحاقدين عليه في فصله من عمله وفي أحد الأيام أعلنت إحدى المؤسسات الحكومية في بلاده عن فرصة وظيفية فتقدم لها هذا المسلم الفخور بإسلامه وكان لابد من المقابلة الشخصية لأن التنافس زاد على هذه الوظيفة وكان العدد كبيرا فلما بدأت المقابلة الشخصية معه سألته اللجنة الخاصة بالمؤسسة عدة أسئلة كان منها هل تشرب الخمر؟ فأجاب قائلا لا أشرب الخمر لأنني أسلمت وديني يمنعني من معاقرة الخمر وشربها قالت اللجنة هل لك خليلات وصديقات؟ قال صاحبنا لا لأن ديني الإسلام الذي أنتسب إليه يحرم علي ذلك ويقصر علاقة على زوجة التي تزوجتها بمقتضى شريعة الله عز وجل ثم خرج الرجل وهو شبه يائس من أن ينجح في هذه المسابقة ولكن النتيجة أعلنت فشل جميع المتسابقين بينما نجح الرجل المسلم فقط فذهب إلى مسؤول اللجنة وسأله قائلا كنت أنتظر أن تحرموني من هذه الوظيفة عقابا لي على مخالفتي لكم في دينكم وعلى اعتناق الإسلام ولكني فوجئت بتفضيلكم لي على إخوانكم من نفس دينكم فما سر ذلك؟ قال المسؤول إن المرشح لهذه الوظيفة كان يشترط فيه أن يكون شخصا منتبها في جميع الحالات حاضر الذهن والإنسان الذي يتعاطى الخمر لا يمكن أن يكون كذلك فكنا نترقب شخصا لا يشرب الخمر ونظرا لتوفر هذا فيك فلقد وقع نختيار عليك فخرج الرجل حامدا مولاه على ما أولاه من نعمة عظيمة وهو يردد ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وفعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير رجل أمريكي كان ضمن حملة تنصيرية في الهند وكانت هذه المرة الأولى التي يغادر فيها بلاده ويدعو للتنصير وبعدما تفرق عن أصحابه وبينما هو يسير في أحد الشوارع الضيقة استضم بأحد الشباب واعتذر له فافتسم الشاب للرجل وأمسك بيده وأصر على أن يضيفه في بيته ذهب الأمريكي مع الشاب إلى بيته وتناول معه الطعام وكان ينظر إليه متعجبا ويسأل نفسه كيف يضيفني ويكرمني وهو لا يعرفني وبعد قليل استأذن الشاب من الأمريكي ليتوضأ ثم أشار له بأنه سيتأخر عنه لدقائق ويعود إليه ولكن الأمريكي خرج يتابعه فواجد أهل القرية خرجوا عن بكرة أبيهم إلى ساحة عامة والشاب من بينهم واصطف الجميع صفوفا منتظمة وأمام هذا المشهد رجل واحد كلما تحرك تحرك الجميع مثله ولا يتحركون قبله فعلم الرجل أن الناس جميعا في شأن فانتظر حتى الانتهاء من هذا الشأن حين انصرفوا ثم التقى بالشاب مرة أخرى وسأله باللغة الإنجليزية عما كانوا يعملون فأجابه بأنهم كانوا يصلون لله تعالى صلاة العصر جماعة في مكان سوف يقيمون فيه مسجدا في القريب لأن الصلاة أهم العبادات عند الله حيث قال رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم إن أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة صلاته فإن صلحت فقد أفلح وأنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر فسأله الأمريكي عن هذا الدين الذي أوحى إليهم بهذه الطريقة الجميلة في العبادة فأجابه بأنهم مسلمون فهز الرجل رأسه عجبا حيث أنه لم يكن يعرف عن الإسلام إلا ما درسوه في أمريكا من أنه دين يهدد الوجود البشرية بأكمله ولكنه واجد شيئا عجيبا يستولي على القلوب فترك الجميع وذهب يبحث عن الإسلام عن طريق الإنترنت ثم خف حماسه للحملة التنصرية التي جاء معها وجعل وقته في البحث والقراءة عن الإسلام وبأقلام المسلمين لأنه أدرك أن أبناء قومه من المستشرقين لابد طاعنون في الإسلام وبعدما قرأ كثيرا وجد الخير والأمن والسماحة في الإسلام وأنه لا يدعو إلى قتل أو عنف مع غير المسلمين خاصة بعدما قرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة أربعين عاما لذلك أعلن دخوله فيه وأقسم على أن يجعل كل وقته للدعوة إلى الله في البدء كان يرافق رجال الدعوة المسلمين ينصت إلى ما يقولون وفي الوقت نفسه يزداد علما ثم دخل مجال الدعوة في تبيان فضل الإسلام بالمقارنة بالدين الذي خرج منه ووضح ما يبثه هذا الدين من طمأنينة في النفس حينما يتجه المرء إلى الواحد الأحد بدلا من أن يتجه إلى ثلاثة من ثلاثة أو إلى اثنين من ثلاثة أو إلى واحد من ثلاثة أو لا يتجه إلى أي من هذه الثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم وقد أسلم على يد هذا الرجل بفضل الله الآلاف وكان أول هؤلاء أفراد عائلته ومن معه في الحملة التنصيرية يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهلوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة شكرا على المشاهدة